إذن مشاهدنا الأكارم التحقوا بنا صباحة اليوم صفاء وصفية عفوا وبلال أهلا وسهلا بكم في الأستوديو وشكرا لقبول دعوة البرنامج إذن بداية شكون هي والعرف المشاهد الكريم على جمعية صفاء للأعمال الخيرية جمعية صفاء الأعمال الخيرية هي جمعية خيرية تقوم بمساعدة الأرامل والمحتاجين والمعوزين مقرها ببلدية القبة تقوم بمختلف نشاطات داخل الجزائر أو خارج الولاية يلا لما نقول الجمعية الخيرية نقول رمضان ولكن قبل ما نروح رمضان تعرف عليكم على طول العام وشنة أبرز النشاطات التي تقدموها ولا تقوموا بها في الميدان تحديدا هي نشاطات مكتفة حسب الأحوال نقوم بعدة قوافل خارج الولاية أدوة مدرسية كسوة العيد إطعام مفتريشي الطارق زيارة المرضى وغيرها من النشاطات وكل الناس اللي يطلبوا المساعدة اللي تحقوا بكم اللي يتواصلوا معكم أكيد يتلبوا النيداء أليس كذلك؟ عبر الصفحة يلا بلال احكينا شوية أكثر على نشاطاتكم الجمعوية وتحديدا في هذا الشهر الفضيل شفناكم في الميدان تقربنا منكم تعرفنا عليكم أكثر ولكن المشاهدي يحب يتعرف عليكم حكونا وشيركم تقوموا في هذا الشهر الفاضيل؟ هذا الشهر رمضان الفاضيل فضلنا أنه نعملوا إفطار عبير السابل بلدية القبة وفضلنا ثاني ديروا صحور إفطار عندنا ديروا طعام ديروا الفلونق البلوس كما يقولون يعني تقوم جمعية إفطار كاملة ومتوفرة حمد لله يعني معظم الجمعيات في شهر رمضان تقوم بمبادرة واحدة وهي إفطار الصائم أو عبير السابل هذه نقطة تحسب ليكم لأنكم ما أضفتوا عليها صحور نعم لأن صحور معظم الجمعيات في الصحور بالعامية كما يقولون ما يهملوه نعم نحن حبينا نجيب فكرة جديدة بش ما نهملوش صحور بش ما نهملوش صحور نعم جينا بهذه المبادرة هي صحور عبير السابل يلا صحور وشنه هو الوقت التي تبدأ توزع فيها الصحور هل يتم توزيعه مع وجبة الفاطور ولا تسنوا حتى قرابة الصحور نعم كاي اللي يدو كما يقولون لانبورتي تسنوا نمدو لهم ولي يأكلوا لتمو تاني يزيلوا يدو كاي الناس يعني للناس اللي تحقي بيكم من أجل الفاطور لاندي معها وجبة الصحور لما تكون شتمر في الصحور يلا وشنه هو الوجبات التي تقدموهم في الصحور طعام بالزبيب قلب اللوز لسلون كسرة الكسرة على سيرة تولى ذكر الكسرة ناس بزاف يعني تلجأ إلى تناول الكسرة في هذا الشهر الفاضين مع شربة وغيرها هل تشيروها من بره الكسرة ولا تقوموا بإعدادها انتوما لا الوالدة التاعي هي لي طيبة يعني شحل من وحدة دير في اليوم تقريبا واحد الربعين ثلاثين اربعين ما شاء الله يعني تحية للوالدة ديالك اللي تدعمت ولي تقدم لك يد العون في سبيل مساعدة المحتاجين وخاصة في الشهر الفاضين يعني ما شاء الله العيلة كل سهم في العمل الخير يا ليس كذلك لعم أكيد الحمد لله كاين الناس مازال كاين الناس الخير يعانون كبير صغير نساء رجال الحمد لله يلا على ذكر الناس اللي تقدم المساعدات وتقدم العمل ولا تقدم التطوعات للجمعية واشنهما الاحتياجات التعالي الجمعية اللي ركوا محتاجينهم في هذا الشهر الفاضي لتطلبوهم ربما من المساعدين عفوا نقول لا ناس الخير كما نقولوا بالعامية نحن في هذا الشهر خصيصا ما دمنا نديروا إفطار وصاحور نحتاجوا أدوات مستلزامات مثل الزبيب والفلو طعام نحقوها اللي محتاجات ونسحقوه تاني في نهاية الشهر بسك إن شاء الله الإكتبار نديروا كسبة العيد للفقارة سحقوه ملابس والإحبيعة بارك الله يتواصل عندنا صفحة وعندنا الرقم طيب بالنسبة لفطور الصائم وعابر السبيل شاهدنا هذا المرة إنه ناس بزاف تدير ديارها ربما ما تقعدش في المكان تحديدا فبالتالي أنتم وفرتوا لهم هذا الشي ياخدوا معهم من المنازل بالنسبة للناس اللي تاخدوا معها للمنازل هل نفس الصحور ولا فطور عفوا أن يكون موجود في الطاولة تقدموه لهم ولا فقط تقدمو لهم شربة أو حسن لا يدوش كاين كما يقولوش نطيبوا في الماء ذا اللي تكون في الإفطار وكاين ما أكلتوا حد أخرى باش يزيدوا يدوها طيب بالنسبة للمساعدات اللي تجيكم على العمو في هذا الفترة هل دائما ما تكون مساعدة مالية أو مساعدات بمختلف مواد الغذائية واسعة الاستهلاك تحديدا لا تكون مساعدة مالية ومستلزامة بصحنا ينحبوا مستلزامة أحسن مباشرة يعني تجيكم من عند المواطن مباشرة باش تقوموا بإعدادها وطهيها حبيت تعرف فقط ما بدأ ولأهمية التعامل والتفاعل بين مختلف الجمعيات الخيرية خاصة أنه شفناكم ناشطين مع جمعية الأخير المباشرة في هذه الفترة تحديدا هل في توافق بين الجمعيات على مستوى منطقة واحدة أو بلدية واحدة أكيد أنا دين معهم تنسيق هم يديروا إفطاط نحن يديروا صاحور يعني بالتعاون مع جمعيات أخرى وهذا يعود بالفئدة دائما على الصائم تفضل أنا توافق مع جمعيات خرج بلدية خرج الولاية عندنا جمعية عند في الأخير كنا رحوا عندهم أنا توافق معهم عاونونا ونعاونوهم يورونا العائلات يورونا العائلات يورونا العائلات ومع وزاتهم في الأريف طيب بالنسبة نزولكم إلى الأسواق هل نشوفكم يعني متواجدين على مستوى الأسواق تحديداً وهل موجود يعني الناس اللي يتطوع وتسبرع من بين أخذيني نقول الباعة تحديداً أو لا 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 كعين محسينين ييعاونونا نعم في الأسواق الحمد لله جلس نقول لهم بالليحنا جمعية وحبين كعين الناس تفهم الوضع نقص كما يقولوا نقصنا شي في الأسعار وتعاوننا وكاين الله غالب لي ما يقدرش نعادلوه كما يقول لك لي ما يقدرش يقدر يجي يلتحق بكم ويتطوع دعاء بركة كفينة حمد لله طيب بالنسبة للخارجات الميدانية ربما نشوفوا مختلف الجمعية أيضاً يجي نشطوا في رمضان ويروحوا إلى المستشفيات يزوروا المرضى هل من بين نشاطاتكم المبرمجة في هذا الشهر الفضيل ونحن يعني من عمر الشهر رانا في اليوم الثاني عشر ما شاء الله رانا مبرمجين نخرجا بإذن الله للمستشفيات يوم ثاني من العيد حالياً ما نشن روحو رانا مبرمجين نخرجا إن شاء الله إن شاء الله يا ربي طيب باقي نشاطاتكم اللي راكم مجهزينها في رمضان وش رح يكون بعد أم لا من غير الصحر والإفطار يكون خيطاً جماعي تكريم حفظة القرآن كي سوية العيد تفضلي وأيضاً زيارة المستشفيات كما قلت لك زيارة المستشفيات مهم جداً أن ننزوروا المرضى في المستشفيات لأن نجوز عليهم مرضى صعيب نتفكروهم أيضاً نروح ونقدموهم حتى شيء بسيط ربما يصنع معهم الفارق ونقدموهم ابتسامة خفيفة نرسموها على وجوه المرضى إن كان أطفال أو حتى كبار في السن طيب بالنسبة أيضاً للمشاريع قلت لها لهم تعرفنا عليكم هل عندكم ربما رسالة تحبوا تقدموها للناس اللي راي تشوف فينا تطلبوا مساعدة مع البنشان أي رسالة كاميرا قدامكم أولاً من هذا الميبر تحديداً من هذا الميبر أولاً نشكر المحسنين اللي يراهم دينا فينا نتيقة ويعونونا وما زلنا محتاجين كما يقولوا أبوا بتبرع مفتوحة طيلة شهر رمضان محتاجين كي سويت العيد عندنا أيتام قائمة أيتام عندنا سعاولهم بإذن الله رسالة جميلة طيب ما بينا لرسالة حاجة اللي أولاً نشكروا للناس قال لي تعاودنا كبير صغير مراء راجل بالدعاء بالسيارة حاجة ثانية ما زلنا كما أقول لك محتاجين مزيفة فايز كما أولاً بسكونا أولاً إفطار الصحر مستلزمة ولا كما قالت الأخت إن شاء الله حفل حفل خيتان ولا مستلزمة لعيد صغير إن شاء الله إن شاء الله يا ربي ربي يقدركم بشدوه طول هذا الشهر إن شاء الله يا ربي يقدرنا ويقويكم وأكيد كل دعم شكراً لستأدفا على قبول دعوات البرنامج ويقدركم بالتوفيق ناتيك